الجديد هو أن هناك إطلاق للصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة حسب ما أعلنت الحركة الجيش الإسرائيلي قبل قليل قال إنه منذ يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم تم إطلاق 180 صاروخا من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية والأماكن الأخرى وبالتالي رد الجهاد الإسلامي ما زال متواصلا على العملية العسكرية ضد الحركة وضد قطاع غزة آخر استهداف إسرائيلي كان في حيئة شجاعية شرق مدينة غزة تم استهداف دراجة نارية وكان هناك حديث عن إصابات في صفوف المواطنين عدد الإصابات حتى اللحظة وصل إلى ما يقارب 80 إصابة 11 شهيدا في صفوف المدنيين وعناصر لحركة الجهاد الإسلامي الاستهدافات منذ صباح هذا اليوم استهدفت أراضي زراعية في حيئة شجاعية أيضا شرق مدينة غزة وفي خان يونس جنوب قطاع غزة الاستهداف في خان يونس جنوب القطاع نتج عنه شهيد وإصابتين في صفوف المواطنين وبالتالي حالة التوتر ما زالت قائمة الطيران الإسرائيلي الطيران الاستطلاع يحلق على مسافات منخفضة جدا ويسمع صوته بشكل واضح للمواطنين داخل القطاع الطيران الحربي بين الحين والآخر يحلق على مسافات منخفضة بشكل مغير لبث الرعب في صفوف المواطنين داخل القطاع حركة الشوارع تقريبا شبه خالية داخل مناطق قطاع غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه وهناك إجازات في كافة الجامعات والمؤسسات الحكومية والرسمية حفاظا على أرواح المواطنين وفي اليوم الثاني للعملية العسكرية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي الفجر الصادق ما زالت حركة الجهاد تقول إنها الآن لا تسعى وراء الوساطات وإن ردها سيكون داخل الميدان رغم الحديث المصري عن الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل المخابرات المصرية في محاولة لتطويق الوضع الأمني وعدم الإنجرار إلى عملية أوسع داخل القطاع يكون فيها استهدافات مباشرة سواء لمنازل المواطنين أو للعمارات والأبراج السكنية كما رأينا الحرب الماضي كافة التحليلات داخل القطاع تقول إنه رغم عدد الغارات الكبير منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة إلا أنه يمكن السيطرة حتى اللحظة على الأوضاع الأمنية ويمكن للوساطات أن ترى النور خلال الساعات القادمة خاصة أن حركة حماس حتى اللحظة ملتزمة الصمت ولم تدخل على خط المواجهة وعلى خط الرد ولم يتم إطلاق أي صواريخ من جانب حركة حماس وما زالت حركة الجهاد الإسلامي هي من تتصدر المواجهة ومن تتصدر الرد والعملية العسكرية بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر